تواصل فرق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جولاتها الميدانية لرسط المخالفات في عموم مناطق البلاد فرق الضبدية مستمرة في رسط المخالفات وتنفيذ المحاضرة اللازمة يرافقها أكيد زميلنا النجيب القحطاني مراسل تفزيون دولة الكويت يطلعنا على المزيد من التفاصيل هناك صباحك الله بالخير نجيب يعطيكم العافية في الحار يعني قاعدين تتابعون هذه المجريات يعني تعطينا فكرة بشكل سريع عن هذه الجولات الهدف منها وأهم المخالفات التي تمرسها حتى الآن تفضل شكرا زميل تماما صباح لك بالخير صباح زميل يوسف متما تفضلت نحن موجود في منطقة جلب الشيخ ونحن عارفين هذه منطقة جلب الشيخ من المناطق التي ما شاء الله تكثر في العمالة الوافدة اليوم لو تلاحظون اليوم نحن موجودين في منطقة جلب الشيخ في البسطات هذه الموجودة اللي خلف نحن أول ما وصلنا مع فريق البلدية ومع وزارة الكهرباء والماء الضبطية الغضائية تم الهروب لبعض من هذا الموقع ولا تواجده ولكن شاهدون وراي السررة موجودة كفارات موجودة لكننا نتكلم أكثر معنا السيد عبد العزيزي الوهيدة مسؤول مركز جلب الشيخ في بلدية محافظة الفروانية يعطيك العافية وصباحك الله بالخير الله يعافيك وصباحكم الله بالنور وإخواننا ومشاهدين في غنات التلزيون دولة الكويت نسمة تشايفين الآن نحن في منطقة جلب الشيخ مستمرين في حملاتنا على السواق الأشوائية أو ما شافونا الحاشة فمستمرين ومتع اللقامات ونسبة تشايفين خلنا نشوف العمال اللي موجودة لكن احنا شاهدنا بقول عبد العزيز أن أول ما شافوا بلدية الكويت موجودة هنا ووزارة الكهرباء موجودين تم الهروب من هذا المكان انتوا تشاهدون الأسواق العشوائية الموجودة هنا كل يوم احنا نفس في المكان من 4 ساعة 4 الفجر لغاية الساعة 12 الظهر مستمرين على حملاتهم كل ما يشوفون ينحاشون من انتهاء الإقامة من العمالة السائبة حتى الناس تتبرع يجون يبعونا في الأسواق العشوائية نفسهم انتوا شايفين ماذا جراءت تتخذون معهم؟ ستة شخص أو أشخاص باع متجولين ماذا جراءت تتخذون معهم؟ جراءنا نخالف مخالف تبايع متجول ونحول إلى جهة اختصاص لما حد المقافر القريبة عند منطقة جلب الشيوخ حسب ما تفضلت أن هناك أشخاص يتبرعون حق ناس لكن هذول الناس يتبرعونهم يكون هنا يبيعونهم في هذا المكان في أسواق جلب الشيوخ نعم يتبرعونهم يجين يبيعونهم في السوق هنا ونسبته شايفين خلفي دائما شنو تقدم رسالة قبل أن نختم هذا اللقاء معهم؟ أنا أود أن الأسواق العشوائي هذه كلها تنتهي ومن انتهاء اللقامة ومن العمالة السائبة يعطيك العافية مشاهدي الكرام ننتقل حق شخص آخر ووزارة الكهرباء والماء الضبطية الغضايا السيد علي اسماعيل زينل ضابط غضايا بوزارة الكهرباء والماء قبل قليل تمقطع تيار كهربائي عن منزل كامل سيد علي يعطيك العافية حتى نوضع مشاهدي الكرام شنو اليوم التيار اللي قطعته؟ شنو السبب في تجاوزات موجودة؟ يعطيك العافية وعساك على القوة وصبحك الله الخير عليكم على المشاهدين جميعا طبعا التجاوزات اللي شفتوها من شوية هذه تجاوزات لتمديدات عشوائية بالكهرباء وأيضا غير ذلك هذا يتهدد السلامة اللي موجودين طبعا مثل ما انتو شايفين الحين اللي بيدنا هذول هذا كله تم فصل التيارة وقطع عليهم بسبب التوصيلات العشوائية وتوصيلات المباشرة طبعا أكثر من مرة احنا نجي نخالفهم ويرجع الموضوع كما كان مرة ثانية فشي الاجراء تنتخذونه مع هذا الصحب المنزل؟ طبعا الاجراء احنا بعد ما ناخد نقطع عليهم الكهرباء على الشخص المخالف نستدعي الى الوزارة بحيث انه يرجع يكمل اجراء الطبيعي يرجع الى وضع الطبيعي مرة ثانية بعد ما يلتزم في امور معينة وفي اوراق معينة في مخالفات موجودة في مخالفات شلو نوع المخالف؟ نوع المخالفة طبعا هي اول شيء ينزل عليه بلوك على الشخص المخالف نفسه بعد ما يتم دفع المبالغ المستحقة عليه كله ومن ثم طبعا يكتب اوراق في تآهدات طبعا عساس انه ما يرجع مرة ثانية شوف الساد علي مشار شوفها الكياب اللي موجود شوف المجادد الكريم شوف توصيلاتها عملها انا قاعد اشوف المحولات حتى اللي موجودة طريقتها عشوائية شوف الأخفي عليك بان هذه التوصيلات اللي انت قاعد تشوفها الحين هذه ترى اغلبها موجودة هني بالجريب يعني انت الحين بعد القطع اللي احنا شوينا انا متأكد انه بعد شوية رح يرجعون مرة ثانية ويردون يشوون التوصيلات مرة ثانية ويمكن اكثر من شذي بعد شونو تقدم نصيحة لملاك منطقة الجليب لأصحاب هذه المنازل اللي في بعض التجاوزات تجاوزونها بعض الناس اللي موجودين في هذه المنطقة والله رسالتي لأصحاب الملاك نفسها يليت يعني يتم التعاون وايضا يبتعاد عن المخالفات هذه لان اول شي تضر بسلامة الموجودين وايضا يعني تضرهم وهم نفسهم كشخص نفسهم ويعطيكم العافية وعساكم القوة حملاتكم مستمرة ان شاء الله خلال 24 ساعة يعني للصد من هذه التعديات اللي موجهنا قاعد نشوفها في هذه المنطقة طبعا حملاتنا مستمرة مش موقفة احنا مكملين الى الان يعني مش موقفين الى الحين مستمري بالحملاتنا معهم وان شاء الله يعني بدن الله المخالفات توقف ان شاء الله يعطيك العافية مشاهدي الكرام نشكر السيد علي اسماعيل زينان ضابط قضائي في وزارتك ربا والماء مشاهدي الكرام شيفنا معكم هذا الموقف اللي احنا شيفناه موجود بسطات عشوائية عمالة موجودة شوفون وراي خلفي الاغراض هذه اللي موجودة سراير كفرات ملابس اشياء كثيرة موجودة في هذه المنطقة لكن كذلك ان وزارة الداخل يعطيكم العافية موجودين في هذه المنطقة بريدة الكويت وزارة الكرباء والماء الكل ما شاء الله متواصل للحد من التعديات اللي موجودة رح نرجع الى مهى وليس من التكملات فغرات برنامج العالم هذا الصباح لكم الهواء يعطيك العافية نجيب القحطاني كنتم معنا من منطقة جليب الشيخ جزيلا شكر لضيفك الكريم شكرا جزيلا لك